حذر رئيس الأوكراني بلودمير زينيسكي من أنه إذا وقعت كارثة في زابوريجيا المحطة النووية والخاضعة لسيطرة القوات الروسية فإن أوروبا بأسرها ستكون مهددة وقال أن روسيا لا توقف القصف الاستذدادي لأراضي محطة الطاقة النووية وما زال متواصلا وهي تخفي ذخيرة واحددة داخل منشآت المحطة نفسها وأضاف يمكن لأي حدث إشاعي في المحطة أن يضرب دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودولا في مناطق أبعد الأمر يتوقف على تجاه الرياح وشدتها وحذر من أنه إذا أدت تصرفات روسيا إلى كارثة فان العواقب قد تطالوا من يلتزمون الصمت حاليا ونشد زينيسكي المجتمع الدولي فرض عقوبات جديدة صارمة ضد روسيا وعدم الاستسلام للابتزاز النووي ويجب على القوات الروسية أن تنسح فورا ومن دوري أي شرط من المحطة والمناطق المحيطة بها مضلطي على قوات الخطوات الإخدية الأميجية تتوقفة الراسية مضيفتم البركبات الأميجية الشرطية الأميجية ليققانا في الناس المقاطين ببعض الناسية الأميجية الرهايسية المحوات بى حدثة التركيين. العزقية الأميجية الناسية على ديفئة الفضوية والسحوات وسط ورسيط 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 ورسيطين كبهما والناسية من أفراري البداية المترجم للقناة